يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا بعاكم لما يفيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى مرحبا وأهلا بكم أحبة المشاهدين وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يستعملنا في طاعة أحبة في الله لا شك أن الله عز وجل خلق البشر وفاضل بينهم وجعل بعضهم في خدمة بعض ابتلاء وتسخيرا كما قال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وفي الآية الأخرى قال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية وهذه الرفعة يا أحبة هي في أمور الدنيا انتبهوا وتأملوا هذه الرفعة إنما هي في أمور الدنيا لا تستلزم هذه الرفعة عند الله تعالى بل يتفاضل الناس عند ربهم بالإيمان يا أحبة وبالعمل الصالح كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذه قاعدة وهذا منهج إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولهذا كان واجبا يا أحبة على البشر أن يتخلقوا فيما بينهم بالأخلاق الحسنة فلا يسخر القوي من الضعيف ولا يهزأ السيد بالعامل ولا يحقر الغني الفقير وقد نهان الله سبحانه عن التخلق بأخلاق الجاهلين فيما بيننا من السخرية واللمز والتنابس كما قال سبحانه في صورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم هنا لفتة مهمة الله عز وجل يقول لا تلمزوا أنفسكم المقصود أننا لا نعير ولا نسخر الناس لأننا بسخرية الناس كأننا نسخر من أنفسنا قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سماهم الله عز وجل هم الظالمون أحبة في الله إن السخرية بالناس خلق ذميم اتصف به من أبغضهم الله تعالى ومقتهم من الكفار والمنافقين وقد ذكر الله تعالى سخريتهم بالمؤمنين واستهزائهم بهم ولمزهم لهم والحط منهم فالكفار من قوم نوح عليه السلام كانوا يسخرون منه وممن اتبعه من المؤمنين كما قال سبحانه ويصف هذا المشهد قال ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وهكذا كان دأب الكافرين في كل الأمم يسخرون من رسولهم كما أخبر الله تعالى عنهم قال سبحانه وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وفي الآية الأخرى قال سبحانه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون إذا كانت السخرية يا أحبة من أخلاق الكفار والمنافقين فلا يليق يا أحبة بمسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق فيسخر من إخوانه المسلمين أو يلمزهم أو ينابزهم بألقاب فيها تحقيرا لهم وفيها حط من شأنهم وقد نهاه الله تعالى عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة يقول المسلم أخو المسلم هذه الأخوة في الله لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره رواه مسلم والسخر يا أحبة من الناس تنموا عن كبر في قلب صاحبها وتعال عن من سخر بهم فلا يرى لهم عليه حق التوقير والاحترام والكبر كما تعلمون من كبائر الذنوب وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وهذه مسألة مهمة ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبر كيف يكون قال هو بطر الحق وغمط الناس غمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم وذلك يحصل من النظر إلى النفس بعين الكمال وإلى غيره بعين النقصي والسخرية يا أحبة تقود كذلك إلى الغيبة وهي من كبائر الذنوب فقد لا يستطيع السخرية بحضرة أخيه فيسخر به من ورائه من وراء ظهره فتكون السخرية وغيبة ويكون هو بمثابة من أكل لحم أخيه ميتاء وصاحب السخرية يا أحبة لا بد أن يكون همازاً لماز والعياذ بالله واللمز قيل هو المباشر بالسوء والمكروه والمواجه بالقدح والعيب فيكون بالقول والهمز يكون بالفعل كما قال المفسرون كأن يعيبه بالإشارة أو بالعين أو بالشدق أو بالرأس بحضرته أو عند ذهابه وتوليه وهذان يا أحباب الخلقان الذميمان اتصف بهما بعض المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فكانوا يهمزونهم وإلمزونهم فأنزل الله تعالى فيهم صورة كاملة قال سبحانه ويل لكل همزة اللمزة وتوعدهم الله عز وجل بنار موقدة كما قال سبحانه التي تطلع على الأفدة إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة الهماز اللماز في الناس متصف يا أحبا بصفات المشركين متخلق بأخلاق أهل السعير يناله من الوعيد في ذلك بقدر همزه ولمزه من إخوانه المسلمين كما أن الهماز قد أخذ حظا من صفات الشيطان الذي أمر الله تعالى نبيه أن يتعوذ بالله من شره قال سبحانه وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فالهماز هو الشيطان الذي يطعن ابن آدم بالصرع والمس والهماز من البشر هو الذي يطعن أخاه بالعيب والنقص والهماز قد يسعى بالنميمة وهي من كبائل الذنوب وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وإذا فشت السخرية يحب في الناس تنابزوا بالألقاب وعير بعضهم بعضا فتنافرت القلوب وانحلت الروابط المحبة فعادت وتهاجرت وتدابرت وتباغضت من أجل ماذا؟ من أجل السخرية ولم يكونوا عبادا لله إخوانا ولذا نهاهم الله تعالى عن التنابز بالألقاب والتنادي بالعيون والمعايرة قال سبحانه ولا تنابزوا بالألقاب قال أبو جبيره بن الضحاك رضي الله عنه قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة قال ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان قال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس منا رجل إلا وله إسمان أو ثلاثة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا الإسم فنزلت هذه الآية هذا الحديث رواه أبو داود ولما عير أبو ذر رضي الله عنه الصحابة الجليل رجلا بأمه عيره بأمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرء فيك جاهلية رواه البخاري ولما عابت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قالت حسبك من صفية أو كلمة قريبة من هذه فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت أو لغيرت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يجوز يا أحبة السخرية بالناس ولا يجوز التنابز بالألقاب وربما يا محب ربما عيرت إنسانا فرحمه الله وشفاه وابتلاك بما عيرته به وهذا مشاهد في أرض الواقع كذلك يا أحبة لا يجوز كذلك حتى السخرية في المزاح البعض من الناس يظن أنه جائز وهو محرم لا يجوز المزاح وجائز شرعا لكن له ضوابط إذا مزح الإنسان فليمزح بأمر مباح أمر حقيقي أمر ليس فيه كذب فلا يجوز السخرية من الناس والمزاح الكثير يمويت القلب وأظن وصية سعد لابنه قال يا ابني اقتصد في المزاح فإنه يذهب الحياة ويجرئ عليك السفهاء أو كلام قريب من ذلك أسأل الله عز وجل أن يعطينا أحسن الأخلاق وأن يوفقنا لكل خير هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا بعاكم لما يخييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ترجمة نانسي قنقر